تقاسم الوزارات السيادية الأربعة هو سبب تأخير تأليف الحكومة إلا أن في التأخير إفادة إذ عادت إلى التداول صيغة تأليف الحكومة من 24 وزيراً بعدما كان تأليف حكومة من 30 وزيراً شبه محسوم كانت الصيغة على الأساس أنه 3 مبارح بلشين حكا بالـ 24 يعني 24 أنه ما يكنش فيه وزراء دولة لأنه حتى تعرف وزير دولة وزير بدون حقيبة وإن غابت الأجواء عن لقاء الحريري بري فإن خبراً وحيداً حسم بعده على حد تعبير خريص هذه الوزارة محسومة يعني بدكت بشري الجديد أنه انحسمت معروف الحرف الأول من اسمه مثل ما بيقولوا علي حسن خليل دخري يقال أنه تير مستقبل مع الوزير مشنو يبقى الخارجية والدفاع وذي نحن عمت فيها نحن والقوات اللبنانية على اليوم مش رح يرجع الوزير باسيل على الخارجية هيدا الحكا اليوم ما بعرف بعد ما عندي جواب نهائي والخلاف الأكبر يقع على الوزارة السيادية التي ستكون من حصة القوات اللبنانية إنه حدا سمع تصريح أو موقف من حزب الله عم يقول أنه أني برفض رفطاً قاطعاً تمثيل فريق معين أو حزب معين أن يكون بهالموقع أو بهالوزارة هذه كلها إشعاعات ما عنا أبداً جاو فيتو من قبل أي فريق ضد القوات اللبنانية تكون الأمور واضحة إحدى الوزارات الأربع ترضي القوات والحديث عن وزارة أقل من سيادية مرفوض نتيجة الاتفاق نحن بطيار الوطني الحر نحصة المسيحية لهم اثنان وحدة إلنا وحدة إلن نحن مصعبناها على حدا إذا ما أخذتوا وزارة السيادية بكل بساطة رح ناخد يعني طرح أن القوات اللبنانية ما تاخد وزارة السيادية مش مطروح غير وارد لم يتبلغ حزب القوات اللبنانية رفض حزب الله استحواذه على وزارة الدفاع إلا أن القبول سيكون ضمن شروط محكمة وحتى الآن المفاوضات جارية لايال سعد قناة الجديد